أشهد وزير الشباب ورياضنا أفل بكري بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني لرفع الأثقال وحصوله على المركز الثالث في بطولة العرب التي وقيمت في دولة سوريا بمشاركة عشر دول عربية بالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد وأكد خلال لقائه بعثت المنتخب في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقت عدن على دعم الوزارة واهتمامها بمشاركة منتخب رفع الأثقال في مختلف المسابقات العربية والقارية داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة لتحقيق نتائج إيجابية أكثر من التي تحققت في هذه البطولة بدوره ثمن رئيس البعثة فواز مقبل دعم الوزارة المتواصل المنتخب والذي كان دافعا قويا لتحقيق الانتصار مؤكدا بذل المزيد من الجهود مستقبلا لتحقيق بطولات قادمة